ترجمة نانسي قنقر شلال اجتماعا عقده الدكتور المهندس كمال آل حمد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون مع معالي المهندس إبراهيم لمبارك مساعد وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية قدم الأمين العام شرحا حول دور مركز التحكيم التجاري الخليجي في ضمان وجود بيئة تشريعية ملائمة وشفافة تدعم إجراءات التحكيم في منطقة الخليج وتضمن تنفيذ القرارات الصادرة عنه مشيدا بالجهود المبذولة لتوفير مناخ استثماري آمن في المملكة العربية السعودية وتسهيل بيئة الأعمال ودعم المستثمرين لممارسة أعمالهم وتوسيع استثماراتهم في المملكة وتوفير كافة الضمانات القضائية لحماية الاستثمار الأجنبي ترجمة نانسي قنقر